هذا هو جهاز الايباد اير الجيل الخامس الجديد محتويات الصندوق الجهاز طبعا رح يكون معه فيش الشحن وأيضا كابل تايب سي الجهاز الأول مرة يجي معالج الام وون من أبل وهو نفس المعالج المستخدم في الايباد برو شاشة الجهاز 10.9 انش ريتنا ليكويد وضوح الشاشة 2360x1640 وكثافة بكسلات 264 لكل انش الجهاز فيه بصمة أصبع مدمجة في زر البورس جابتها سريع الجهاز يتوفر بذاكرة 250 جيجا وأما بالنسبة لكاميرات الجهاز فالخلفية 12 ميجابيكسل واسعة وأيضا 12 ميجابيكسل العمامية وتدعم ميزة سنتر ستيج نفس الميزة أيضا الموجودة في نسخة البرو منفذ الشحن هو تايب سي والجهاز يدعم 5G وقلم أبل جيل الثاني ويدعم الماجيك كيبورد نفس ما يدعم الايباد برو أيضا الايباد اير يدعم الماجيك كيبورد بطارية الجهاز 10 ساعات من التصفحة الويب واستخدام طبعا مع الواي فاي الجهاز صراحة أنصح فيه خصوصا أن الجهاز صار تقريبا نفس نسخة البرو من ناحية المعالج وبعض المميزات ويعتبر جهاز قوي ومواصفات رهيبة ألوان الجهاز رمادي فلكي ضوء النجوم ووردي وليلكي وأزرق نفس اللي معانا اليوم سعر الجهاز تقريبا يبدأ من 2499 ريال سعودي موسيقى